اشتركوا في القناة وتقديراً للمجهود نتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول لديك أربعة زوايا ألف وباء وجيم ودال ردب الزوايا بحسب قياسها بدءاً من الزوايا الصغرى إلى الكبرى أعطيني أربع زوايا وأعايزي رتبهم من الأصغر إلى الأكبر قبل ما نرتب لازم نشوف كل زاوية بتساوي كام الزوايا ألف طبعاً واضح أنها زاويا قائمة بتسعين درجة الزوايا باء واضح أنها أقل من تسعين درجة يبقى باء هتكون أقل من تسعين درجة يبقى زاويا حادة الزوايا جيم زاويا مستقيمة يبقى قياسها مية وتمانين درجة الزوايا دال هي زاويا منفرجة يبقى هتكون أكبر من تسعين درجة ونرتب هو عايز نرتب من الصغرى إلى الكبرى من أصغر زاويا هي الزاويا باء هي أقل من تسعين يبقى نضع رقم واحد من يليها الزاويا ألف لأنها تسعين درجة يبقى اثنين من يليها الزاويا دال ثم الزاويا جيم هذا هو الترتيب الصحيح فكا بيقول لي حوط على الزاوية القائمة مين الزاوية القائمة طبعا الزاوية ألف هي الزاوية القائمة ودرجتها تسعين درجة السؤال الثاني ظلل الدائرة على يمين الإجابة الصحيحة دار السهم الآتي مية خمسة وثلاثين درجة باتجاه عقارب الساعة الموقع الجديد للسهم هو هو راسم قادي اتجاه السهم وبيقول دار مية خمسة وثلاثين درجة إحنا عارفين إن السهم لو جه لو دار لغاية هنا هيبقى هيبقى كام مية وتمانين درجة طب هو دار مية خمسة وثلاثين يبقى السهم هيجي فين؟ هيجي هنا في المنتصف يبقى هذه هي الإجابة الصحيحة السؤال الثالث في شبكة المربعات ستة في ستة التالية ظلل المربعات الآتية على الشبكة رسم لي شبكة وعايز إن إحنا نظلل المربعات فيها أعيز اتنين تلاتة هذه رقم اتنين وأدي تلاتة يبقى هذا المربع تلاتة أربعة تلاتة وأدي أربعة يبقى نظلل هذا المربع أربعة 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 أدي أربعة أدي أربعة يبقى نظلل هذا المربع خمسة خمسة أدي خمسة أدي خمسة أدي خمسة هنقوم بتظليل هذا المربع كم عدد خطوط التماثل لهذا الشكل؟ رسم شكل وبيسألني بيقول كم عدد خطوط التماثل؟ أدي خط تماثل في النص يقسم الشكل إلى نصفين متماسلين ممكن نرسم خط هكذا أنا عندي كم خط تماثل؟ خطين تماثل لهذا الشكل ملعب المنزل مربع الشكل ويبلغ طول الملعب عشرة متر تمشي مريم حول حافة الملعب كلها مرة يومياً تقول مريم إن المسافة التي تقطعها كل يوم مائة متر مربع هل توافق مريم نعم أم لا؟ وفي السرائل هو بيقول إن ملعب المنزل شكله إيه؟ مربع ويبلغ طول الملعب كام عشرة متر يعني هنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة وهنا عشرة ليه؟ لأن المربع أطوال أطلعه متساوية طول الأطلع كلها كام؟ عشرة متر ومريم بتمشي حول حافة الملعب كل يوم يعني وليكن بتمشي من هنا أدي عشرة بعد كده ماشي كده عشرة 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 يبقى هل توافق مريم الرأي؟ لا ليه؟ لأن المسافة اللي بتمشيها يومين عبارة عن إيه؟ عشرة زائد عشرة زائد عشرة يبقى بتمشي كام مريم كل يوم؟ أربعين متر وليس مئة متر أكمل مخطط كارول من خلال وضع العدد في مكانه المناسب أعطيني أعداد 13 و18 و25 و35 و42 وعايز نكمل مخطط كارول إحنا عايزين عدد يكون أصغر من 20 وفردي مين الأصغر من 20 وفردي؟ الرقم 13 يبقى هنكتب هنا 13 طب عايزين رقم أصغر من 20 وليس فردي يبقى الرقم كام؟ 18 عايزين رقم يبقى احنا خلصنا الرقم ده وخلصنا الرقم ده عايزين رقم ليس أصغر من 20 وفردي يبقى كام؟ 25 و35 عايزين رقم ليس أصغر من 20 وليس فردي يبقى الرقم كام؟ 42 عندما غادر مروان المدرسة كانت درجة الحرارة ناقص 3 درجات في فترة الاستراحة كانت درجة الحرارة خمس درجات كام ارتفعت درجة الحرارة؟ لما يجيب لي سؤال زي كده انا بفضل ان احنا نرسم خط اعداد وليكن بهذا الشكل هي كانت درجة الحرارة كانت كام؟ كانت ناقص 3 هنا ناقص اتنين وهنا ناقص 1 احنا نرسم ايه؟ خط اعداد وهنا الصفر كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونعد هي كانت درجة الحركة كام؟ كانت ناقص 3 ثم اصبحت كام؟ خمسة يبقى ارتفعت كام درجة؟ نعد مع بعض ادي ثالب ثلاثة يبقى ادي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى ارتفعت درجة الحرارة ثمن درجات وبهذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خصوص درجة الحرارة شكرا لحسن وحسن Ifش